السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. انا اضف درس كتيدة على القناة ميديو على اليوتيوب. انا ازف طبعا جماعة في البداية اننا اتاخرت اسبوعين عن الدروس اا في القناة بسبب شوية مشاكل وظروف حصلت لي طريقة يعني اه غزبا عني بس ان شاء الله يعني اقدر ارجع تاني والدروس هتبقى الايام ديت انا ازف يعني مش هتبقى كتيرة زي الاول لكن ان شاء الله احاول على قد ما اقدر درس او ثلاث ايام ان شاء الله. اه بازن الله النهاردة هترسينا هو ازاي نقدر نحل مشاكل الرسائل اللي بتجينا في خطأ في النظام اللي هي الرسائل زيرو اكس خمسة صفار سبع بي. طبعا في كتير منها بيوجه المشاكل ديات بتجي له رسالتين دول في تشغيل اللعبة او برنامج وخاصة في واحد ممكن يرعد ساعتين او تلات ساعات بيحمل في لعبة. واسق منها ان هو قاعد تلات ساعات بيحمل في اللعبة وفي الاخر يجي يشغل اللعبة تطلع له الرسالة دي. فهو بيتدايق نفسيا يعني اقول انا كنت استفدت بالتلات ساعات دول بدل ما انا قاعد احمل وخاصة لو كان عنده النت بطيء ومستحمل تلات ساعات يعني اكيد هيتنرفز ويتدايق قوي يعني. المهم يعني فدي طبعا بتطلع لك الرسائل دي النهاردة فيه طريقتين. اه طريقتين اجمل من بعض. اه ان شاء الله هنتعلمه من نهاردة. اه في البداية انا بحب ادعوكم باشتراك للقناة وبنشكر على اهل تلاتمية ستة وستين مشترك رغم اسبوعين تغياب لكن المشتركين بتزيد الحمد لله فضلكم. نبدأ الشرح على الهر بركة الله. بس طبعا انا اعتذر جدا جدا لما هنزل الفيديو ده مش هيكون فيه رابط التحميل البرنامجين اللي احنا الاداتين اللي احنا هنستخدمه. ده ليه? لان الانترنت عندي بطيق جدا جدا جدا. طبعا انا عشان فيه ملفين دول واحد منهم حجمه اتناشر ميجا واحد تاني حجمه تمانية وخمسين ميجا. فدول حجمهم يعني بالنسبة لان الانت عندي الايام دي بطيق خالص خالص النت في مصر. الانترنت في مصر عموما بطيق جدا جدا. فهياخد وقت كبير على بال ما تتحمل الحاجة دي. هي تبانى ان هي حجمه صغير. لكن هتاخد وقت كبير لان الانترنت بطيق خالص خالص خالص. فان شاء الله انا لو نزلت الشرح ده دلوقتي زي ما بكلم حضراتكم دلوقتي. اا ان شاء الله بالليل او ان شاء الله يعني بالليل هنزلكم اا رابط تحميل الاداتين دول من اا ان شاء الله من موقع ان شاء الله او موقع ميجا هتشوف الموقع المناسب والسهل بالنسبة لكم وهحمله لكم ان شاء الله. بس انا بعتذر يعني لو لو دخلتم في فيديو ملقتوش في الوصف. اسفل الفيديو ناعي ملقتوش رابط التحميل عشان نت زي ما قلت لحضراتكم بطيق خالص خالص خالص. تمام? انا طبعا هتنزلكم بالنمجين دول. اا تلاقي عندك واحدة اسمها ميدو عالي تيك. الاداة دي هتيجي هنا لازم يكون عندك بنامج فور زيب او سيفين زيب او الوين رار عشان تفك الضغط على ملفات. بتيجي هنا تضغط على استخراج فك الضغط استخراج هنا او اكستراك تير. بتيجي تنتج لك المجلة ده. بنتج لك المجلة ده. وهنعمل برضو ده استخراج فك الضغط. هنعمل الاتنين عشان نخلص منهم مع بعضهم. تمام? خلصت كده اقدم ملفين. اول حاجة نخشها في اللي هي حجمها اتناشر ميكا. مرخش عليها كده. عندك تلات ملفات دا عندك التلات ملفات دول. تمام? انا طبعا مش هقدر اشغالهم دل وقت قدام حضراتكم بس عشان انا الملفات عندي سليمة الحمد لله زي ما هي. فلو اللعبت فيهم او ثبتتهم من اول وجديد ممكن يعملوا عطل لملفات دي ال ال ما هو ثبتة حاليا في الجهاز زي ما بكلم حضراتكم دلوقتي ممكن لو ثبتت حاجة في التلاتة دول هيحصل عطل. تمام? انا هتسبت ده عادي عشان دي انا ما جربتهاش قبل كده. فاضغط على احنا طبعا مش هنعمل كل دول. مرة واحدة مش هنقعد نعمل فك ضغط ونسبت وكده. عندك الملف ده عشان يسبت لك كل دول وضغطة واحدة. بعد عزير تضغط عليها هنا دبل كليك. بعدها تضغط على يس. بعدها توافق على اي اكس اب تجريمنت وبعدها ونكست وبتنتظر سواني لحد لما تخلص لك عملية الانستول بينزلك ملفات ال الانستول. اه يا جماعة بينزل لنا ملفات ال اه 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 وكده خلاص خلاص تمام? هنا بقى زي ما عملنا هنا زي ما عملنا هنا في في فينش هي هي هنا تضغط عليها هنا دي ودية تمام? بس انا مش هقدر اعملها يعني لتن دول عشان ما يعطلوش ملفات دي المسبت حاليا في الجهاز. تمام? دي اول خطوة اول ما خلصنا اللي هو ملف ميدو علي تيك. اتخش على ملفات دي ال ال فايلز ميدو علي تيك برضو. اللي هي حجمها ما اربعة وستين بعد فقط ضغط. تمام? بتخش عليها كده. دي ملفات دي ال ال موجودة عندي في جهاز. وملفات برضو موجودة في برنامج آآ دي ال ال دوت كوم. ملفات دي ال ال كلها الموجودة. آآ حملتها لكم كلها برابط واحد في الشرح النهاردة في المجلقة دا. تمام? بتيجي هنا بتعمل كنترول اي عشان بتحددهم كلهم. بتيجي هنا تعمل كوبي. كليكي منو كوبي. وبتيجي هنا في الكمبيوتر بتاعك بتخش في في الحرف السي يعني في بتختار الويندوز بتختار سيستم اتن وثلاثين بيت او اربعة وستين بيت. تمام? احنا هنا هنيجي نشوف احنا اتنين وستين ولا اربعة وستين بتيجي عند الكمبيوتر كده بتعمل بتختار انا عندي او سيستم طيب اربعة وستين بت. تمام? لكن احنا بقى شرح النهاردة هنطبقها في اتنين وثلاثين واربعة وستين. عايزة نوها لحظتكم على الحاجة اللي اربعة وستين هي هي اه ستة وتمانين. يعني بيجي لكم اه ملفات اه دي ال ال اربعة وستين بيت في اكس ستة وتمانين. هي هي الاربعة. نفس الملف ده ينطبق عليهم هم الاتنين. تمام? بتيجي عند الملف كده توقف عليها كده كليكي منو بتعملو عملية وبتيجي هنا تحدد كل ده وبتعمل اختار اول واحدة وبتحدد وتضغط على كنتينيوم بتنتظر لحد ما يتحملو لك وبتعمل هنا على مستحلن وبتضغط على اسكيب عشان هنا بيقول لك الملفات دي سليمة وما يقدرش يستبدلها. تمام? ما يقدرش يستبدلوه وبتضغط على اسكيب. تمام? كده هو سباتهم في ثلاثين وثلاثين. بنيجي نفس الخطوات في اربعة وستين. كليكي منو بيست. وبنحددهم كلهم وتختار اول واحدة. بنستبدلهم. وبتعمل كده هو في سبع ملفات مش هيقدر يستبدلهم لان هما سلام. ما لهمش تبديل يعني موجودين وكويسين وشغالين. فضغط على اسكيب. وكده تمام. دي كانت ده كان شرح النهاردة يا معام. لكن طبعا فيه شرح تايني خالص. انا هو هو مش ده شرح النهاردة شرح النهاردة اللي انا ورته لك دلوقتي. لكن انا هضف لكم على حاجة مسلا. اه طبعا فيه هنا في الشرحة عندنا هنا في الشرحات القديمة. هو تتحميل وتدبيت برنامج دي الال في فايلز فيكسر وتفعيله بالكراك مدى الحياة لحل مشاكل لنقص ملفات دي الال. تمام? اهو الفيديو ده تقدروا تخشوا وتحملوا البرنامج اللي انتو اللي انا هشرحه لك ده دلوقتي. حاجة بسيطة كده زيادة في العلم يعني. انا بقولها لكم زيادة في العلم. تمام? هتخشوا هنا وتلاقوا في الدسكريفين اسفل فيديو التحميل وتابعوا الدرسة ده. هتلاقوا في كل حاجة وهتفعلوها وكل حاجة. هانتج لكم برضو المجالة ده. بازه هتليها دابل كليك وبتضغط على يس. ده دي الال فايلز فكسر دوت كوم. تمام? هتيجي هنا هون عند اه 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 سكان ريجستيري. تمام? تضغط على اسكان ناو. هو دلوقتي بيعملك عملية اسكان للسيستم والبرتشنات واليوزر وكل حاجة. لو في ملفات دي الال ناقصة او بايزة معطلة يعني هو اوتوماتيك اريدي اوتوماتيك يعني الواحده هي هيصلى حالك. تمام? هيصلى حالك الواحده. بنتظر كده اهو. انا طبعا بعمل عملية دي كل يوم على الاقل مرتين تلاتة عشان بعد كل استخدام الكمبيوتر بتاعي لازم اعملها مرتين او تلاتة قبل ما اطفيه عشان لو في حاجة ناقصة يكون موجودة بعدها بشغله مرة تانية. هو لأ هنا مفيش مشكلة نشوف التانية. هو التانية برضو سليمة مفيش اي مشكلة. لأ واحدة بس. تمام? تلاتة لها جاتب. الحاجة اللي انا عايزة نواها لحضرات لكم بقى النهاردة في الشرح ده. بتيجي هنا 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 هوا على سبيل المسال مسلا مسلا الرسالة دي. الرسالة دي بتقول ايه? الرسالة دي بتقول الملف دي الال ده مش موجود. تمام? بتيجي هنا تكتبه زيرو اكس سي خمس تصفار سبعة بي دوت دي الال. تمام? اديجي انت كتبت الملف اللي انت مش موجود. يعني بعد لو لو لقيت برضو نفس الموضوع بعد ما اتطبق الشرح النهاردة و لقيت برضو البرنامج او اللعبة ماشتغلتش يبدأ الحل الوحيد التاني ليك بعد عملية التسبيت. بتكتب ملف دي الال ناقص. بتكتب ملف دي الال ناقص. تمام? بتكتب الاسم بتاعه. ودوت دي الال. لازم دوت دي الال. وبعد هتضغط على سيرش دي الال فايلز. هو بقى اوتوماتيك. او ما تضغط عليها هيدور لك هيفتح لك صفحة جديدة هنا هون. في المتصفح بتاعك. ويقول لك حمل الملف هو لقه لك. باخر نسخة واخر تحديث وكل حاجة. هتحمله وهتصطفه ازاي? زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. زي زي اي حاجة. تمام? هتيجي مسلا زي ما كده هو. هتنزل لك. بتاخد اي ملف كده هو. بتاخده كوبي. وبتروح للسي. وبتشوف انت عندك سيستم كام. اتنو وتتاتين والاربعة وستين. ههو انا اربعة وستين ملقة هدخش على الويندوز. باختار اربعة وستين بيت. وبعملها ده ملف دي اللي هتثبته بعد ما تحمله. تمام? ده كان شرح معرض يا جماعة. رب ما كنتش طولت عليكم. تكونوا سفاتوا منه. ورب ما كنتش طولت عليكم. واغذروني على الاسبوعين اللي خبطون. لكن ان شاء الله قدر ده اصل معكم من جديد وبسرعة ان شاء الله مش هاثر يعني. ولا عاوز اي سؤال سيبه في كومنت. وطبعا يا جماعة انا بعتزر جدا 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 جدا. لان الانترنت انتو عارفين والله العزيب. فاللي عايش في مصر يلاقي معاناة معاناة في الانترنت وفي سروعته. تمام? فانا بعتزر لكم لما دخلت تشوفوا الفيديو ده. يعني مش عارف اقول ايه بصراحة يعني بعتزر جدا جدا ليكم لو دخلتو في الفيديو عشان تشوفوه وهتحمله. لكن الانترنت عند بطيء خالص حجمه تمانية وخمسين ميجا على عشرين ميجا. يعني هياخدو لهم وقت كبير وكمان هياخدو لهم وقت كبير لان الانترنت ضعيف. لو الانترنت سريع والله هتلاقوها في الديسكريبشن عطول زي الفيديوهات اللي انا بعملها وبتلاقو في الديسكريبشن رابط التحميل وكل حاجة. تمام? لكن نهاردة ان شاء الله هرفع لكم الدارس. وبالليل ان شاء الله هتلاقو اه في الديسكريبشن يعني خشوا النهاردة بالليل وبكرة برضو لو اللي متابعيني يعني خشوا النهاردة بالليل وبكرة هيلاقو ملفات الديل ال موجودة من شركة مايكروسوفت وملفات الديل ال موجودة عندي. ما تنساش تتبع الدسم ملفات الديل ال تحمل تزبيت بنامج ديل ال فيكسر بتفعيله بالجراك مدى الحياة الحل مشاكل نقص ملفات الديل ال. يا رب ما كنتش طول تعليقهم حبوا بعض وزاعدوا بعض يا جماعة. بتنسوا ناشف وليك وشيروا وسبسكرايب بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.